وهو نجم ملامحه ولون عينيه شيء أكثر من رائع يعني هو من أول ما ابتدى يمثل ولفت نظره بوسمته أفلامه مع معظم فنانين كبار جدا 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 اختفى الفترة اللي فاتت آه بس مفيش حد في مصر لو شافه إلا ويقوله أنت وحشتنا أنت فين لأن أعماله كلها موجودة هنا في الدماغ سبحان الله يعني ارتباطه وارتباط وجوده مع نجوم كبار خلاه يبقى موجود بنا ويتم تكريمه في مهرجان الدراما اللي فات في دورته الأولى هو النجم وهو محرس وقال لي لازم أقول اسمه بالطريقة دي قيس عبد الفتاح أهلا وسهلا لأن لو كنت قلت قيس كنت هتقول لي أولا إيه الروعة والستات بموت في الستات نا طبعا أكيد الحلاوة تكديلة تموت في الستات يا خبر وسوير يعني أنا يعني في معاية المرأة يا جماعة المرأة عارفة عارفة حضرتك والله يا سوير والله يا مفيدة اسمحولي يعني أنتم آه طبعا طبعا الواحد أول ما يتولد يتولد لسه بيخرج منين من جسم امرأة دي نمبر وان يعني الخالق قال بعد كده بيحصل ايه بتربيه الأم يعني هو التسعة تشهر جوه بطن امرأة ست وبعد كده بتربيه ست بتربيه وبعد كده يكبر وبعد كده الستات أنا موجود مع الستات أهلا أهلا بيك يا أستاذة وأهلا يا سوير هانم طب خلينا بحلوتك دي الوسامة اللي حركت فيها دي رغم سن التمانين نمسك الخشف بسم الله ما شاء الله ممكن تكون ما فادتكش في السينما فكرة أن انت وسين كانت نقطة سلبية بالنسبة لحضرتك لكن فادتك مع الستات فيه تمام ستات في حياتك تامانية مش حتى خمسة عشان الحسب والله يا ستة كل وحب ناس تنين والله يا جماعة عايز أقولك على حاجة هي إيجابية وسلبية لكن إيجابية من ناحية إيه الستات بيعشقوا الجمال يعني لو نجلق فتحي ماشيا وماشي وراء حسين فاهمي وفلان هتبص المين هتبص الحسين فاهمي طبا قرأت دي لأن ربنا قال الجمال حقيقي أحمد ساكي قال لي جملة يا أولاد لا أنساها لأن أنا ما اتخرجت من المعهد أحمد ساكي داخل المعهد كان يقول لي يا أستاذ قيس ربنا إداك الوسامة دي ودى الأستاذ حسين فاهمي الوسامة دي وداني شكلي كده عشان أظهر شفتي جمال يعني كل قلقة ربنا جميلة بس إحنا بنحاول والله يا سهير بنحاول نحن فأنا عايز أقول لحضرتك إيجابة لسؤالك هي إيجابية وسلبية إيجابية من ناحية إيه الوسامة اللي ربنا خالها بعدما عملت فيلم عن نباب الوزير ربنا على ده جاي لي أحمد يحيى الله يرحمه وبيرد علي السيناريو بتاع حتى لا يطير الدخان أما قريت الرواية البطل بتاعها كان الولد ابن الناس وعادل وسوير رمزي فأنا لا أمكر على حضرتك طي أنتوا عايزين تحطوني في قالب ابن الناس أوكي فروح تطالب مبلغ ساعتها كام 25 ألف جنيه كانوا يعملوا إيه ساعتها يجيبوا خمس عربيات على زيره أوه كان سنت كان حتى لا يطير الدخان كان سنت كم ده في التمانيليات يا مام 82 أثناء حاجة فالمونتج قالك ده غالي جدا أنا كن قصدي إيه بعد جزء عايز دور عاد الإمام لأ كنت أنا عايز يعني أنتوا حطوني في القلب ده في الدور ده فهم قاعدين في صهرة كده راح مقسميني الدور على ثلاث ممثلين سوري كلهم حبايبي الله يرحمهم وملا يفعوش فبازت التركيبة الكنتر اللي بين عادل وبين الابن الناس لما يبقى السناء شافع وفكري قبازة ويزء بازت تاهت من هنا يا أستاذ السوير اللي عز أقول لحضرتك أنا مزعلان إنما النقطة نقطة إيه ما زال الناس لغاية النهار ده فيلم على باب الوزير معلق في النقل يعني خلي بالك منزور ويزوز تابع